مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإنقلابية في مرمى طائرات تحالف دعم الشرعية طائرات التحالف استهدفت عددا من تلك المواقع الحوثية بضربات نوعية مكثفة طالت ثلاث منها جبل عطان جنوب غربي العاصمة صنعاء الغارة الثلاث أسفرت عن تدمير مواقع تستخدمها الميليشيات لتخزين الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وأسلحة مختلفة في فجع الطان ومعسكر العمد غارات التحالف دكت أيضا مقر الفرقة الأولى مدرع سابقا ونفذت غارتين على الجبل الأسود غرب صنعاء التحالف ناشد المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية المستهدفة وتوخي الحذر عند التنقل قرب مواقع الميليشيات الإنقلابية مشيرا في نفس الوقت إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين وبالتزامن مع تلك الغارات حرر الجيش اليمني مدعوما من التحالف منطقة كرس اليماني في قلب مديرية حرض بمحافظة حجة بعد معارك عنيفة قتل وجرح خلالها العشرات من عناصر الميليشيات جاسم محسن العربية